ما حكم الشرع في الجمعية التي يقوم بعملها عدد من الناس سواء كانوا موظفين أو غير ذلك بحيث يدفع كل شخص مبلغا من الموال معين ويأخذ كل واحد منهم الجمعية مرة بالتساوي دون زيادة أو نقصان جزاكم الله خيرا هذه المسألة وقعت كثير السؤال عنها وهي مسألة جديدة لم تكن معروفة من قبل وهو ما يسمونه بالقرض الجماعي والذي أراه أن هذا لا يدود لأن هذا قرض جرى نفع وإن لم يكن فيه زيادة نعم هو ليس فيه زيادة ولكن فيه منفع لأنك لم تقربهم إلا بشرط أن يقربوك وهذا من القرض الذي جرى نفع وأيضا هو قرض مشروط في قرض فهو يدخل في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة واحد لأن هذا حق مشروط في عقد وفيه محاذير أخرى لأنه شغل للذمة بحقوق للناس من غير داعي إلى ذلك يحتاج الإنسان إلى قرض فليقترض من أحد إخوانه بدون أن يكون في هذا العمل المنظم والتعهد الذي ربما يفقله في المستقبل ويربط الناس بحقوق متعددة من غير داعي إلى هذا العمل وإنما هو التقليد فقط الذي أرى أن هذا لا يجود وإن كان بعض مشايخنا أفتوا بجواج ذلك لأنهم نظروا إلى أنه ليس فيه زيادة فقط ولم ينظروا إلى بقية المحاذير التي ذكرناها جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم